مساء بغدادي جميل ويوم مونديالي مضاف يتجدد لقائي معكم أحبة متابعي فضائية الأيام وحلقة جديدة من برنامج أيام المونديال مع ختام مباريات اليوم تنتهي الجولة الثانية من الدور الأول حيث تعادل المنتخبان الكاميروني والصربي بثلاثة أهداف لكل منهما في مباريات المجموعة جي بينما ضمنت البرازيل بطاقة المرور للدور الثاني بستة نقاط بعد فوزها على المنتخب السويسري بهدف وحيد السامبا ما حسبه حساب رئيس الاتحاد الدولي وفي المجموعة أتش فازت غانة بصعوبة على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لإثنين بينما لا يزال المنتخب البرتغالي يلاعب نظيره الأورغواياني وتنتظرهما خمسة وأربعون دقيقة لحسم نتيجة اللقاء الذي لا يزال من دون أهداف حتى اللحظة يسعدني لقائكم مجددا مساء الخير رحبوا معي بضيفنا والمحلل الدائم للدور الأول الكابتن خلف حسن كريم حياة كالله معالي تهياتي لك ولا كل المشاهدين قناة الأيام وفي برنامج أيام المونديال وإن شاء الله هذه المتعة نحن على طول نراوي لجماهيرنا الأهداف الجميلة لنوية متعة كرة القدم مثل ما أنت تفضلت وخاصة يمكننا اليوم نمر على مجموعة مباريات مليونة أهداف وهداف جميلة وبكرة ستسني على الأهداف الجميلة لا هذا السرحة سأسئلك على هذا التقرير السريع كانت أجمل أهداف من وجهة نظر فيفا أجمل الأهداف وليس سأسئلك أجمل هدف أريد من وجهة نظر فنية أكو هدف ببالك صعب ما يصير أو متعوب عليه يعني أحيانا صعوبة الهدف تكمن بالحل الارتجالي يعني اللاعب يأخذ على عاطقه عمل كل شيء ومن ثم يسجل أنا شفت هدف سالم الدوسري في مرمى الإرجنتين يعني أول شيء الكرة من نزلها كرة عالية صعبة بين اثنين مدافعين راوخهم لجي اللاعب الثالث أيضا راوغة ولعب كرة بليسنك في أحلى الزاوية فكان واحد من أصعب الهداف وأجملها أنا باعتقال نعم يعني هدف متعوب عليه متعوب عليه شغل فردي كبير جدا نعم مباشرة إلى تحليل مباريات اليوم يعني اليوم عندنا أربع مباريات وعلى وصفك مليان أهداف الكاميرون صار بيه في المجموعة جي ثلاثة ثلاثة طبعا هذه المباراة مجنونة نعم يعني بكل معنى الكلمة لأنه الفريقين دخلوا لهذه المباراة نعم وما في بالهم يجب أن ينفوز فريق على الآخر نعم لأنه أتوا من اثنين واحد خسران مع السويسرا والآخر خسران مع البرازيل مع البرازيل اللي هم الصربين وبالنتيجة خلي نلعب كرة مفتوحة يمكن أن نتكلم أنت أنا وياك ممكن أن نشاهد المباراة الفريق الكوري الصربي كان كأنه مخذ المباراة بيدن المباراة سهلة بالنسبة له وصلت النتيجة إلى ثلاثة واحد ثلاثة واحد من أنت فايزة ثلاثة كل اللي عليك بعد ما تلعب كرة قدم مفتوحة تحافظ على نتيجة المباراة حتى تكسب ثلاث نقاط وما باقي يعني باقي نصف شرط مو كثير يعني بالنتيجة أنا الشيء يعني أنا مو منعاتي كمحلل سواء في كل القنوات مو منعاتي أنه أتكلم بشيء سيء على أي مدرب من مدربين الدوري أو مدربين العالم في أي بطولة لكن شيفته المدرب الصربي يعني كأنه مو هو قاعد على دكة الاحتياطة وحرك فريق بهذا يدي يحافظ على نتيجة المباراة الهدف اللي يسجل اللي طبعاً بعدنا بالمباراة يمكن مدرب الفريق الكاميروني زج باثنين لاعبين غيروا نتيجة المباراة اللي منهم أبو بكر اللي سجل الهدف ووصلنا على الهدف الثاني وآس إحنا راح المرعب بعدها المرعب مع أبو بكر هسيرونالدو هم سجل هدف تقدمت البرتغال واحد صورة متوقعين أنا وكل الله نعم فيمكن نحن اليوم مع نهاية هاي الدور يعني يكونوا من كل الفرق ما لعبت مباراتين ومبارات الأخري نعم الأخريات اللي تلعب تجرب بنفس التوقيت الوقت اللي هي بكرة من يوم ألمانيا والنمسي على الجزار لليوم صارت بنفس التوقيت اللي هي بكرة بس يهم ما تفيد راح نصرف على مباراتنا اللي هي بكرة نعم اليوم ختمه دورين نعم من دور المجموعات جولتين من الدور الأول جولتين من الدور الأول على وفق التعبيرات الدارجة بالنتيجة نعم فرنسا ضمنت البرازيل البرازيل ضمنت واليوم إذا بقت النتيجة واحد صفر مثل ما برتغال متقدمين يكونون دول الوحيدين اللي يضمنوا الثلاث فقط ثلاث فقط والبطاقات الثانية كلها متاحة للجميع على قطر إلا قطر معلسف معلسف على حسن التنظيم يعني شسر بن الجمهور يعني يمكن بالتشكيل أنت مدون أي مدونه يعني هاي المباراة لأنه بيها كثير من الحالات وخلي نشوف هاي هايلايتس ما الشوت الأول فهنا بدأت المباراة بداية طيبة للفريق السربي وراح نمر هنا هذا متروبيتش وهذه كرة راح تنرفع من هنا شوف هذا العلخط اللي قتلك علي لهم الحكم شوف هايلايتس قتلك هذا خلف شفته هو إحنا هذا أناني يعني هو تعادل بسبب أميتروبيتش يعني خلي نقول هس هو هذا اللاعب هو راس الحربة موالته هو راح يقوّل طبعا هو راح يقوّل هو بإمكانه كان يقوّل أكثر من هدف هو مطبع هذا يعني مرات نتكلم على اللاعب على اللاعب المواجم نقول عليه اللاعب أناني يريد إله هو اللي يقوّل طبعا بدأ ظلت المباراة بهذا الشكل هجمنا وهجمنا طبعا الفريق الفريق الكاميروني كاميروني راح يسجل وهذا اللاعب اللي اللي طلعه واحد صفر كانت للكاميرون وضيع انفراده وطبعا هو سبب النقلة وبعدين هو المدرب يعني زجب زجب لاعب آخر اللي غير نتيجة المباراة من سبب التراجع إلى سبب من العودة يعني لاعب هو يمكن أن يكون لقطاته وقاعد على دكة الاهتياط كأنه المدرب هذا الهدف الأول لفريق الكاميروني طبعا هدف كلاسيك يعني يعني اللعبة اللعبة من الجانب وهي هاي كرة الخطرة من الأمس صارت عليك كورتوا هادي نبذ كرة من الجانب آآ عبره هم تلقى بسرعة طبعا موقف الصربي يعني حاولوا حيثوا النظرة لا لا هو اجي من الخلف بسرعة يعني كل الحالة طبيعية جدا و ما بها اي شيء لكن خلي نشوف فريق ردة الفعل لفريق الصربي أنا أقول شانت قوية جدا لها بالمناسبة يمكن انتكلمت انت على اللعبة في 18 يعني هنا النتيجة جد واحد صفر راح تمر هذا الهدف راح تمر لحظة كان ممكن لفريق الكاميروني يسجل هدفان و يأخذ اللعبة و يأخذ و تنتهي المباراة أنا بتصور هاي هجمة سريعة آآ مو هذه مو هذه على كل حال فالفريق الصربي عاد للمباراة بقوة خلي نشوف هنا هذي كرة هذا 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 الظاهير اليمين للفريق يعني هو عملاء فالكرات المرفوعة اليوم تعبت الفريق الكاميروني خاصة الكرات الثابتة لأنه طول القامة و قوة البنيان هواي اليوم راسه هواي حتى سويسر خدها الاثنين و واحدة و اثنين يعني اليوم أنا واكد ندور على طول الحارس لا تذكر لقينا طوله مترين و سنتيمين ايه لا انت قلت لي قدر اشقض طوله هذا ايه 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 فعموما هذا الهدف الاول ايجي من من كرة ثابتة مرفوعة من وسط الملعب ايه على على رأس اللاعب اللي هو و ظهير اليمين وبالنتجة سجلوا سجلوا الهدف الاول نعم هنا هنا الخطأ هذا المدافع يعني هذا لا بس شوية لو انا وقف عده ايه ايه يمكن بالامس شاهدنا هدف لفريقه سريكة من خطأ على الفريق الياباني شوف هنا الكرة هذا اللاعب رقم اربعة عشر اللي هو زيكوفيتش قد يكون واحد من ابرز لاعبين شوط الاول على الاطلاق الجناح ليني ومثينا متأشرتهم الى اربعة عشر والى سبعة عشر والى سبعة عشر الاشباه سكوتيتش وهذا زيكوفيتش دولة ابرز ما ويا سبحان الله احنا ليش تكلمت على المدرب يعني جرد الفريق بالشوط الثاني من قوته طلحهم اثنين وبالمناسبة اخي علي نعم نعم هذا رقم عشرين لاعب المواجم هذا سطحة ايضا على الكرة يعني ايضا على الكرة يمكن له شوية دافئة حارس اي انا اتبهت لها يعني هذه التنعاذ من الخارج لا هو شخص شوف هنا هذا الغلط ما الذاكل من دافئة من يصيب خلي نوقف الكرة هنا لا لا رجع شوية خلنا رجع لها شوية الحالة هو الحارس بعد بعد شوف الحارس وين راح يروح راح يروح بجهة اليمين راح على اليمين بس اخذ خطوة للا ما يعرف وين راح يسدد ايه على كل حال خلي يسدد خلي نشوف هو راح اخذ خطوة للماء اخذ خطوة للماء اخذ خطوة للماء على اليمين راح ايه اخذ الخطوة للماء بعد ما يقدر ينقل مركز تقلة وين للوسط الملعب والشمال مني يتسدد عليك يقولون الحارس شوية تقدم شوية تقدم حتى تقل زاوية التزديد هو طلع صحيح لكن خلي نشوف وراها الهدف الثالث يعني هي توالته تولت الفرص ايه خلي نشاهد هذا هذه واحدة من الفرص اللي ضايعها واللي هذا اليوم من تحس هو هذا هذا الشوط التاني هذا هناك شوط التاني نعم وهذه هذا الاسبعة عشر هذا الاسبعة عشر اللي سوى اليوم كل شيء في كرة سكوتش اسمي سوى كل شيء في كرة القدم يعني جناحين اليمين ويني سار زيكوفيتش سكوتش يعني قلونا لا رقم تسعة اليوم راح اقليك هداف هداف المباراة لكن نصنع واحد من اجمل الهدف راح اروح شوف القطع لا لا خلي ارجع 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 اريد اريد ان من هنا نرجع لانه هذا الهدف عندي عندي كلام كثير هس بكرة اذا تسألني على اجمل هدف اجمل هدف تكتيكي لحت هذه اللحظة ها انا شاهدته في كل البطولة لحد الان لحد الان اشرنا باللحظة لان ما بي انانية خلنا اخذه بالاستموش لمسة لمسة خلنا اخذه بالاستموش امشي شوف القطع شوف القطع هنا قطعة من المناولة من المناولة مناولة خلنا نشوف متروفيتش للاعب سبعة عشر هذا سوى كل شيء سبعة عشر هذا لمسة وحدة هذا يرجع للزمين ومن ثم متروفيتش هذا هدف تكتيكي هذا التسعة ما يسويها للزمين هذا القول هم لو سوين خلاص مو صانع له هو الداف تبقى على كل حال فهذا واحد من اجمل الاهدافة التكتيكية هذا اللي لعب وان تتش الى رقم عشرين انا قلت لذاك اذاك اقول عبالي سدد هذا كل حال هذه متعة كرة القدم مرات من يكون العمل الجماعي ابو علي نعم هو نتيجة جهد مو فرد واحد يسوي القول وانما عبارة عن مناولات وان تتش تو تتش بها عمل جماعي استغير فدرائي يعني شفته في برنامج سياسي يعني ليش العرب لم يمضوا كثيراً في المونديال يعني تحليل كلش حلو قال احنا فرديين ما نحب روح الفريق لذلك لذلك العرب اكثر يعني بروزهم في الاولمبياد بالالعاب الفردية روح يعني ما شفتهم بالسلة بالطائرة بالقدم عدائين رفع اثقال سباحين بوكسنج مصارعه ليش لان اكروح للفردية اكثر من العمل الجماعي اللي شفناه بالهدف التاني شف هذه الحالة هذا صاحبك ابو بكر هذا صاحبك ابو بكر طبعاً هذا ابو بكر غير نتيجة المبارد طلع ذاك من الدخوله بس اما طلعت من اللقطة اللي اللي ضياء حذاك من كانوا متقدمين لا انا انا اش ردي لان هذا نزل بديل اللاعب اللي 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 ما اللي انت حدد تقيت هذا لازم يطلع لانه هي بالهايلايت ما جايبين بس تما شايف ابو بكر هذه الحالة اباوة ردنا الحكم هاي ناخذها ويل ويل اخ لانه الحكم محمد عبدالله هذا الحكم اللي انذر لاعب عدك هو مكسور مكسورة رجلة قلت ضيع وقت قلت لا تسولي فيه وكسر مضاعف كسر برجلة ومنطا انذر يقوله دضيع لها بالامارات بالدور الامارات على كل حال تحياتنا للحكم العربي الامارات رائع جدا هو كان اليوم كان جدا رائع جدا تحياتنا اليه شو بس هذه الحالة هل هي تسلل ام لا لحظة التمرير اي لحظة التمرير انا تشتشوفها متسلل انت وانا شفناها متسلل بخ خلي نشوف تصرف ابو بكر بهاي الكرة من ارواح ما يمكن طبعا هذا من من اللعب انا اتوقعت ان ربما هذا الرجل عمري كبير قلت شرح يطي اضافة لكن عقلي كبير جدا شوف هذه الكرة صرب بها بكل برود راح طبعا لا هذه الحالة هذا البول الوراء هذا اللي ورا انا ارتاحيت وقلت لك استحققت نبوعتي وثلاثة واحد الكاميرا اي اتوقعت الكاميرا ان يفوزون اي 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 لكن المبارات واحدة من اجمل المبارات ليش يعني تحس بها المباراة ما بيها ذاك الدفاع الضغط خلف هذا بيفد لمحة هذا هذا لهم مرر للأمام ناوى العدد صحيح لأنه ثين هم خلف المدافع باوع اللقطة كابتن هذه اللقطة من أرواحية من أرواح ما يمكن لأن ثين هم خلف المدافعين هذا تجاوز ومذاكه تجاوز لا غير لقصة طبعا هذا اللاعب رقم 11 نعم سوى كل شيء في كرة هذا الجناح اليمين لأنه سريع ومزعج جدا طبعا ظلت المباراة بها فرص كثيرة شوف هذه تزديدة طبعا مع نهاية المباراة إذا تقول لي اليوم من هو اللي مو خسر ومن هو يتحمل نتيجة المباراة الثلاثة الثلاثة اللي مقدر يحافظ على نتيجة المباراة أقول لك أنا أقول التسعة شوية المأنانية التسعة قد يكون جزء منعته بس هذا هذا واحد من أفطال المباراة سكوتيج بالنسبة للأوفيسايد يعني لا أريد فيه عجال أريد أن نفيد المتابعين إذا اللاعبين أثين هم خلف على خطوة لا لا أثين هم خلف المدافعين يعني بمواجهة آخر من يدافع حتى لو الحارس حتى لو الحارس بالأمام وأكو مدافع بالخطوة إذا آخر مدافع أقرب لخطوة إذا أثين هم الأمام تناول الأمام صحيح صحيح الهدف يتحقق هذا ذكاء يعني احترافي عادي يعني لا تنسى هم دولة هم أضمن يلعبون بالأندي الأوروبية يعني هم مواجهين يعني من دوري خلي نقول دوري كاميروني ولكن ما هو الفرصة؟ فرصة اليوم البرازيل يعني فازوا على سويسرا ولا سولفوا بإنفانتينو رئيسة على عدالته باستهداف قطر كانت ردودة إيجابية يعني ليس فقط استهداف قطر حتى في قضية المثليين وما إلا ذلك أنا أقول المثليين الشرق الأوسط نعم القضايا الإسلامية والعربية نعم لأنه عنده خلفية رائعة جدا نعم هذا اللي يقول يقول إحنا منافقين صارنا ثلاثة آلاف سنة ولازم نعتدر منها لثلاثة آلاف سنة على الشي اللي قلنا خلينا أنتقل إلى المباراة الثانية كابت الخلاف مباراة الثانية غانة كوريا الجنوبية ذيتها ستة هاي خمسة متعة نعم متعة أنت راهنت وراحت راهن وظلت تحب غانة وغانة فريق رائعة جدا نعم لكن والله اليوم رح أقول لك شاء الله اليوم خسارة كوريا الجنوبي غير محاقة أنت دائما أنت تميل يعني أنت تميل للشرق الأوسط لا وداخل الشرق الأوسط تميل لأشقائنا العرب وداخل عندما يتسع المكان تميل لآسيا يا براح أقول لك شاء الله يعني الأقرب الأقرب دسمعني التهم زين مو حكم دسمعني بعد ابن أبي طالب تذا حكم دسمعني دسمعني حسا أنت لو سوح سوى سوربي باللغة الإنجليزية سبتها لدى الشعب العراقي كله قل لك خالتن خلافين حازل حال حسا يقول لك لا اللي يشوفه يهتشى علي هسا الرأي الجمعي مو دائما أنا مع احترام العالي أنت أستاذي وأنت فعلا تستحق الحب والإحترام ولكن رأي الجمعي مو بالضرورة دائما بس أكو اعتراض اليوم على طريقة اختيار الحارس رح نسولب أبو علي أنا هسا رح سولب خلينا بغانه هسا رح سولب دقيقة خلي سولب شو غانه كورين ما أنت رح تنمت يقول لي أنا قفلت شوكت آخر ربع ساعة خلا هاي الآخر رؤسة تدري شنو صاروا فريق الفريق الغاني عبارة عن غابوا من السيقان داخل منطقة الجزاء ما طلعوا قلت لي ما طلعوا أقول لك يدقون علي هم تقل بلا الفريق الكوري بس ما ما سجل صحيح عموما يعني هذي خمسة أهداف خشوك طبعا الفريق الغاني لعبو بأربعة مدافعين اثنين لاعبين ارتكاس وثلاثة لاعبين وراء المهاجن خلنسميهم لاعبين أربعة خمسة واحد فاليوم لكن مو تقول لذول اللي غيروا شكل المباراة وإنما اللي غير شكل المباراة أبو بكر واللاعب رقم 11 اللي كان لاعب على الطرف اليمين خلف نفس الوقفة بس وليس نفس الأداء اي اي لا هي الوقفة يعني احنا لا احتياطي هم يطلوك إياها اوقف اوقف يتسمى دولة جمع نفس أربعة خمسة واحد اي صحي اوقف في شي ولكن يعني مو كرة السبعينيات لا مو اكيد يعني قضية انت ما سميها الكرة الكرة الشاملة شاملة ايام المتخب الهولند بالأربعة وشاملة اي رينوس ميشيلز بالسبعين تشوف المتخب البرازيلي بله يدفع الى كارلوس البرتو المدافع اليسار يقول القلب الدفاع اليسار مايرو يقول هاي منطقتك كل من ستراتيج او وقفة او ولية المتغيرات تختلف بالملعب يقول لك انت شوف لو انت مدرب وعندك واحد يسوي كل شي في كرة القلب نعم هذه اللقطات وانت تريد القيدة طبعا هذه المباراة نعم المباراة يعني تحس بها مباراة بالفعل كأنها مباراة الولد هذا بنيتو المدرب يعني بدت مع ضغط كوري والفريقين كوريين حاولوا مبكرا انه يسجلون ضد الفريق الغاني الفريق الغاني شوف هنا باكملة يعني بديش الهجمة اللي قبلها يجد راح تجد تسع لاعبين كلهم تقريبا بالجزاء امام الجزاء نعم فكانوا مايردون خسرون المباراة او رادوا يصبرون على اداء الفريق الكوري شو كد تيجين هجمة مرتدة ونعاقب الفريق الكوري فالى ان بدأ يعني مع اول هجمة ثاني هجمة لا بدأوا ياخذون بدأوا يلعبون كرة طبعا هذي كرة الفاول وراح نمر على الحالات ان شاء الله وحدة وحدة يمكن هذي وحدة من الكرات الخطرة اللي اجت على حارس المرمى وهذا اجت منعتها الهدف الاول هدف انا اقول دربك امام الحارس انا نفس ديش الهوسة هما الكوري وتمز قل لي هما هما من خلاص هما الكاميرا شوف يعني هسا هذي حالة لو اخذناها هم حالة تحكيمين هل هي بيت تسلل ام لا لكن الكرة انا اعتقد كل شيء ما بيها هنا الكرة سقطت من الجميع وين على الارض انتظرت اول اول قدم لمس بيد الكابتن وصول انا وياك وقلت لك هذا ما بيش هاي ما الكرة تبحث عن يتبه عن قائز هذا يعني اشتراحات الحكام طبعا يجي الهدف الثاني هذا الهدف الثاني هذا محمد قدوس محمد عبدالقدوس عبدالقدوس هذي كرة سهلة لانه اجي بدون مراقبة ويجي من الخلف وهو ما اخذ نظرة لرجل الخط قال لي يعني يباو على الطوبة يتفتر بالجو يباو عليه لا هو قال يباو على نظرة قال لي يعني انا اوفل ومو قال لي لا يا محمد دروح بالنتيجة تقدم الفريق اثنين صفر انا قلنا عن حسمة المباراة ممكن كل العالم متأخر عنها وباشر ستسني دفاع شاذج وباشر ستسني على اجمل هدف كحل فردي و سأقول لك انا و المشاهدين سنرى احتاطة الشوطة الثانية الشوطة الثانية يمكن اكون كليب وعلي ستكلم الهدف الثاني الهدف الثاني لفريق الكوري هسن هسته اعلى اعلى هدف عجبك لحد الان بعمل ما للصر وهو يعني خلي نشوف هذي 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 وحدة من الفرص الضائعة للفريق للفريق الكوري يعني اكتز ديدا على كل حال لا هي هي كلها بتشفة وال 15 دقيقة هذي وفسا وال 15 الاخيرة الربع ساعة الاخيرة الشي اخر طبعا هذي حالة تسألة هاي شنت انا ما اخذ الكابتل لوي ان شاء الله يكون معنا نعم ان شاء الله رح يكون معانا لوي بس ما قدرنا نرسله اللحظات التي تستحق البحث التحكيم شوف هنا لحد الان الفريق الكوري ماسك زماما رغم انهم تخلف بهدفين لكن هو اللي هو اللي يسيطر على الكورة الكورة تروح من اليسار الى اليمين وينتقل يعني انا حقيقة غير الفريق الكوري ماسك انت توقع رح يلعب بهذا كم من الهجمات على كل حال احداث الشوطة الثاني هذا الشوطة الثاني هذا الهدف الاول اللي هو هذي هو نفس اللاعب هذا التسعة هو نفس التسعة ايه سي اتش او شو شو جي ايه فالمهم هنا هذي الكورة اللي طلح الحارس هذا كاهل كاهل ما الكوري وراح تي رح يجي الهدف الهدف الاول هو تقريبا من نفس الطريقة يعني راح كرة ترفع من هنا باع كرة استخلصت من دفاع اليمين وهدف سبق المدافع ايجا من الخلف ايجا من الخلف مش وقت ورا ما طلعت الطوبة طبعا ورا دائما اللي يسجل خلاف اللي باوع الكرة من بعيد ايه على كل حال خليشوفه المدافع هنا خطع المدافع هنا راح ياخذوني كرة من العيد هي هاي عقوبتك ايجا ايجا من ورا ايجا من الخلف وهذه يبعتها برجله المدافع ورا ثلاث دقائق يسجل اجمل اهداف هذه الليلة اجمل اهداف هذه الليلة هو هذا نفس اللاعب رقم تسعة يعني حجازة ما خلا يعني ما يقدر يشوفت الطوبة لا يشوفت هذا صحيح خليشوف هذه الكرة ونوقف في عده وهذا الصعد عالي باب ذكرني بطيب الذكر الراحل الكبير احمد راضي هذا الله يرحمه خليشوف هاي الكرة ناقضها بالسلو موشن مع الاخوة بالكنترول هذه الكرة تكاد ان تطلع خارج للعبة من الجانب خلنا نرجع عليهم نرجع عليهم من البداية اخذ تلت خطوات وصح ايه اخذ بروتش يسمونه رقضة تقربية تقرب ايه يسمونه بروتش وان تو ثري خلينا شوف لا هذا الهدف الاول هذا الهدف هذا الهدف الاول هذا الهدف الاول بس خلينا نوقف ايه اتنين ايه اتنين من نفس الجهة من نفس الجانب قابلها كم طلع الحارس وحده خلينا نشاهد اللي هذا لاعب كرة تخدم له كرة رأس استرد خلينا نشاهد الهدف الثاني هنا هذا اللاعب الكرة كأنه راحت خارج الملحب شوف تقريبا تقريبا بيادوب هو جاء بالكرة خلينا نشوف غاية الحالة وراها نشوفها بالاعادة هنا الكرة شوف القوس واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين يعني ما يجه الواحدة ما بينه يعني هو ما صعد وهو عمودي من اللحظة مو من ال يعني من ال اخر خطوتين والتابة وبهاي اللي ركتك كنت اعتقد ينطي دفع ينطي قوة انفجارية اعلى بالبلد بكل تأكيد يعني هسا تلوى تقول الواحد اقفز من الثبات او تعال انت اخذ خطوتين واخفز فيهم اعلى بالتأكيد لا خطوتين على كل حال هنا النتيجة هنا هذه من احلى ما يمكن سعب عليها هذا واحد من اجمل الاهداف قوة يعني باعلي هذه بعد افضل رح نشوف على الخط خلي نشوفه واحد هنا هسا ما رح يشلوني ديهم طلعت شوف الصعود واحد من اجمل الاهداف البطولة حقيقة يعني فهمنا اشلا هنا اتهاء الحالة هذه القوم يعني بقوة اتهاء الحالة النتيجة صارت اثنين اثنين رده والاتحاد اي ماشي اني قمت قمت اتعفت قلت لك عندك كتابة وعند نصحت عليه اه هسا خل نرجع على ها السهد على اقتتال قوله جمعات خل نرجع على هذي الهدف لا ارجعونا على هذي الهدف يسا يسا اللي يرجع وخلينا اخذ بلو سو موشن ربا ضارة النافعة هسا تقول لي شين هي راح راوي كيان انا مع الوقت المشاهدين وين الكرة الكرة للجانب اخذ اسلو موشن شوف هذا اللاعب رقم تسعة راح الكرة يفلتها الكرة هنا ما قدر يصوبها واع هو رادي يصوبها بس ما قدر عبرتها للكرة وين اجت اجت لمحمد قدوس اوكي محمد قدوس قل لك شكرا على هذية زيان ما شوتت ممكن انت ما تقول بس خليني انا قول يعني هو هدفين سجل اي سجل هدف محمد قدوس اي اي فهنا اجي يا هدف هذا الهدف الثالث اللي يوليها المباراة خليني اي خليني باربع حالات بنهاية المباراة وراح الاخ علي راح يراوينا يعني يعني من الدقيقة خمسة وسبعين ثلاثة وثمانين أربعة وتسعين خمسة وتسعين خلي شوف هاي الاربع ساعة اللي انت تكلمت عليها لخيرة وشوف شون البلاو اللي صارت على الفرق تستهدف ديل وتحلي مونت تحف غاني يلا اليوم ما اخذي راحتنا لا الفريق يستحق الاحترام لا يستهدف والله يستهدف اي انا قلت يستهدف بس خلي لا انا حتى ما اغبن حق الفريق الكوري اليوم خلي نشوف الحالات هذه وحدة هذا فاول هذا هذي النايم على مفخاف هذي وين طلح الحارس هذه وحدة خلي نروح الوراه امشي امشي على الحالات امشي على الحالات هنا هذي التصويبة الحارس كان رائع جدا من اليوم قررت احنا عبرنا احد المدرنين شوف هذي ليش عده عنده مسافة فما خلاه يشوف اه هذي شوف هاي الحالة الاخرى هنا شوف الحارس راح يطلحها اوكي راح تيجيك بعد حالتين وراه لا تأخي الحارس صلحها اوكي اوت المهم المهم الكورة قريبة يعني هذا الكورة خطرة فرصة حقيقية للتسجيل بعد رواه راح يشوف لك فرصين اخرين بقى هذي بقى هذي الهجمة اه لنا الحارس صلحها يعني هذي كلها بالدقاء هيقى الاخيرة للمباراة لماذا دعو اقول لك كل الفريق باكمله الفريق الغاني داخل الثمنتاعش يعني انا قلت يمكن هاي الهجمة الاخيرة اللي كان ممكن ايضا انتني المباراة باو باو يعني الشمشون الكوري اليوم ما يساء الخسار بالمناسبة يعني يعني لا يستحقون للخسارة ولكن يلا خلاص بالعاية هاي قرة القدم يعني مو كل واحد اللي اللي سيطر ويضيع لا هو انت بالاخير ما عندك يعني وهم لازم يرجع للمباراة عموما يعني احنا اليوم البرازيل يمكن ضمن التأهل التأهل والمنتخب البرازيلي يعني رايح ونيمار فريش اكثر من والله ان شاء الله يعني جاي يشوف اكثر من ميسي واكثر من مصامر يرجع ما يرجع حتى يعني لانه البرازيل صدرت خليني اشوف فاصل لاهداف نيمار حضر ان الكابتن علي مرة اخرى ورحب بكم احباتي متابعي فضائية الايام عودة الى مباراة البرازيل سويسرا واحد صفر خلط بس قبل ما ان يعني اثناء المباراة يعني يمكن بالشوطة الاول قلت هاي لعبتش انت حتى ضجت يعني المباراة مو احنا شاهدنا شاهدنا مباراة بيها داعش هدف ومباراة مفتوحة مني جينا المباراة السويسرا والبرازيل يا دوب تجدر انا طلعت اي ممكن بالشوطة الاول ثلاثة اربعة حالات جيت عشر وطة ثاني وقف ادننت ما قدرنا الشي نشوف ما نشوف الى ان طلعنا هدفين هدف مينوس وهذا حالة حكيمية والغي والهدف اللي يسجل واللي يحتسب واللي اتفازت بالبرازيل وانتقلت للدور الثاني يعني يعني تحزبه كمبارا انا اقول في اقل مجهود فازوا الفريق البرازيل يعني حتى قضية نيمار واصابة نيمار يعني يمكن حتى اذا يهيئ للمباراة المقبلة احتمال انه لانه تأهل ما يحتاجون مباراة القادمة فريق متأه ما يحتاجون ولهذا هو شي يحتاج يحتاج فترة يعني استشفاء ممكن ان يرجع بالادوار الاقصائية لانه وجوده ضروري جدا لانه نيمار كلاعب كرة قدم هو اللاعب الهداف وهو اللاعب صانع اللعب ايام زمان يقولون هذا اللاعب المراهق يعني من الفين واربعة عشر مو هذا اللي نعتمد عليه نعم انا اقول هذا اللاعب نضج مع مرور الزمن اليوم هو واحد من اعمال الفريق والفريق يحتاج خليني ارحب بمحلل ايام المونديال الاخر عبر سكاين الكابتن سلام هاشم اهلا بك ابو احمد افتقدناك ابو احمد الله يسلمك حبيبي استاذ سلام استاذ خلف استاذ خلف ما خل علينا شيء يوم لا بس حش مشيء هو استاذي هسان هسوى مدربك هسوى مدربك هسوى غرم دربك هسوى غرم دربك يا سلام يعني ايه شرف هذا شرف اسمه مكسد علينا عيني عيني ابو احمد تدريش اقول لك انت عقلك كبير اه بخلي الليك كابتن خلاف اكيد انت اضم لك واحدة اثنين اه مو موجودة تببادي وفاجأنا خلي ارجع وياك الى اول مباراة اسجلت الكاميرون انصر بياه ابو احمد اي الكاميرون انصر بياه الكاميرون حقيقة كانت المباراة مفتوحة جدا نعم كانت المباراة مفتوحة نعم ولهذا شفنا بها غزارة اهداف وهذه الغزارة نتيجة انه الفريقين كانوا يفكرون بالفوز بشكل كبير وعلى هالأساس يعني شفنا انه دائما الفريقين يحاولون ان يوصلون باقرب وقت واقل جهود الى المرمى والحمد لله انه شفنا مباراة جميلة يعني اليوم هي كلها عبارة عن مباراة يعني تخص مباراة اليوم كانت كلها مباراة جميلة جدا بها غزارة اهداف مع عدل مباراة الحذرة كانت شوية البرازين وسويسرا لانه يفكرون بالصدارة لهذا كان تسجيل الهداف فالمباراة الاولى شفناها بها اندفاع بدني بها فكر هجومي من الامور اللي تعرف مدرب صربية كلامنا عن الكاميرون وصربية مدرب صربية واحد من افضل لاعبين العالم على فكرة هذا سنة ال87 التخينا منتخب العراق مع نادي بارتزان هو كان في هذه السنة ما اخذ افضل لاعب شاب بالعالم لما يمتلك من مهارة وقوة فلهذا تشوف المدرب لما يكون مهاجم تلقى الفريق يميل الى الكرة البجومية يعني حقيقة حتى المباراة اللي قبلها هو فريق دائما يوصل للهدف يوصل لكل اسلوب هجومي فامتعون اليوم بمباراة تحس بأي لحظة يعني ما تقدر حتى تقوم تغسل ايدك لأنه ممكن يفوتك هدف زين سلام منه يعني هم تعاد لو بس انت من نظرك اكو فريق استحق الفوز لان انا شوية عدي شغلات ويل كابتن يعني شكت تتوقع سربية لأنه عندي عدي طلاع على اغلب لاعبيهم اللي يلعبون في دوريات الاوروبية اكثر من الكاميرون اذا اتفقت ويل كابتن اذا اتنع بطبيعتي انا مو يال الكرة الافريقية لأنه غالبا ما تعتمد على القوة البدنية على الالتحامات هذه تأدي الى اصابات تأدي الى انه تروح كثير من المتعة بس هي مو عب لا هي ميزة لكن اذا تسألني عن رأي الشخصي انا ميال للفريق اللي يحب يلعب كرة غواية وخصوصا اذا بالقاع نعم ابو احمد ارجع الى غانا ثلاثة كوريا اثنين غانا وكوريا جنوبية في علم التدريب او في الاحصائيات عادة الفريق اللي يجي من خسارة ويتعادل يكون هو الارجح بالفوز على اساس انه الحالة النفسية التصاعدية لكن فاجأونا بالهدف الثالث غانا لكن مع هذا اذا شفت الربع ساعة الاخيرة من المبارات انت امام امام فريق اوروبي من افضل الفرق اوروبا اللي اقصد الكوري الجنوبي يعني جتي وحدة من الحالات ثلاث مرات اربعة تتحول الكورة من سنترشوت من جهة اليسار وتعبر وترجع من جهة اليمين تعبر هذا دليل على انه هذا دليل على انه الفريق الكوري كانت هنا نتيجة اشوف اقرى يفترض التعادل ابو احمد ابو احمد انت هو ايلا عبد ذي الفريق الكوري الجنوبي والله كل شو كل شو قسم من الله انا امتابع من 2007 وكنت حلل بلايارتي يوم اللي التقينا بياهم وفزنا عليهم انا ما شايف الفريق الكوري ادي شوط الثاني طيلة حياتي بهذا الشكل يعني اليوم اليوم الفريق الغاني عبارة عن غابة من السيقان موجودة بالثمن طعش يشتتون وترجع عليهم الكوري او تأييد لهذا كلامك استاذ خلاف احنا بالثمانينات احنا بالثمانينات منتخب العراق ما تنشيل هم لآسيا الا من كوريا فقط الكوريا يعني اليابان ما كان رقم يشكل صعوبة لكن الفريق الكوري التقنويا في أمم آسيا في دورة العاب الآسيوية في أولمبياد سي أول 88 جونالي بالنسبة لنا يخيفنا لأنه يمتلك سرعة وقابلية مهارية مربوطة مع السرعة طلعنا لهم اليابان طلعنا لهم اليابان بال94 برئيسية جعفر أممان أكم مودة أكم مودة أكم مودة أحمد أروح إلى المباراة الثالثة البرازيل واحد شوي سرى صفر المباراة الثالثة كان الساد خلف يقول ما شفنا بها أهداف أكيد ما تشوف بها أهداف لأنه أنت تعرف اليوم شفت سويسرا أكثر الوقت دافعوا بالثلثة الدفاعي دفاع زون فأنت تعرف فريق مثل البرازيل فريق مثل البرازيل ما تقدر توقف المد الهجومي إلى ألا أن تغلق المساحات لكن هذا مو يقلل من قيمة الفريق لسويسرا أيضا هو كان فريق هاجم وفريق وصل الهدف ونافس لكن الفريق البرازيلي أدواته أفضل تجربته كلاعبين بشكل فردي وجماعي أكثر عموما يعني وضع الفريق البرازيلي الآن بالمستريح نضم إلى البرتغال إذا استمرت النتيجة وإلى إلى فرنسا منتخب يعني 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 البرازيل وفرنسا يعني ضمن المرشحين الأقويين بس ولا ما رح ينتقلون ما رح ينتقلون العلامة العلامة الفارقة في هذه البطولة حقيقة وخصوصا للفرق الكبيرة هي عدد الإصابات يعني إحنا الآن في المباراة الثانية من بطولة كأس العالم يعني كل فريق يمكن اليوم يلا انتهى الدور الثاني كل فريق ما عنده مصابين فعنده مصابين ثنين إلى ثلاث حتى البرتغال الآن انضموا انضموا لاعبين إلى ثلاث هسا الآن بالمباراة الأخيرة اللي بعدها جارية أكو إصابات إصابات يعني تبعد خلال بطولة كاملة فرنسا نفس الشي فهذه ضربة ضربة توقعان من وجهة نظري الفرق الكبيرة ضربة توقيت البطولة لأنه البطولة داخلت مع الدوريات ولهذا أكو جهد بدني عالي لحد اتفاقنا لكي مرسول لفنا قلنا لحد قبل البطولة بسبوع أكو دوريات في أوروبا هي شغالة فهذا ولد زائدا الفرق الجماهيري أو اللاعبين اللي لعبون في أندية ومنتخبات كبيرة أنظار العالم كاشفتهم أكثر يعني أنا متأكد ما أحد يشوف الدوري الصربي ما أحد يشوف الدوري الآخر كاميرون كذا ولهذا باريس سان جيرمان أمام أنظار كل العالم ريال مدريد برشلونة هذه الفرق الكبيرة فصير عدهم مضوح عد مدربين فرق المنافسة لهم أنه كيف التعامل وكيف إيقافهم ولهذا مرات هذا الضغط العالي بالحالة الدفاعية والذي إصابة ملاحظة جدا قيمة يعني لم يلتفت لها الكثيرون لأنه الإصابات يعني تتفاقم توقيت المونديال الذي يختلف عن سابقه لأنه كان ضمن فترات يعني التحضير والمباريات والمنافسات ضمن استمرار بعض الدوريات في العالم أنا أشكرك جدا أستاذ سلام على أمل أن يتجدد إلتقاء بك مجددا لأنه لازم أروح لأي صبحي لازم أشوف الحالة تحكيمية إن شاء الله ألتقيك مجددا ألتقيك مجددا كابتين سلام فعلا الهدف الثاني نعم ضربة جزاء البرتغال تتقدم بهدفين بعد ركلة جزاء موضوعة بطريقة يعني حرافية عالية ملاحظة جدا مهمة إصابات الإصابات يعني أشار لأستاذ سلام هاشم هذا الضغط يمكن يقابله يعني أكفة دراسة فيفيوية إنه لازم نسوي تبديلات خمس تبديلات هم سووا توقعوا مثلا أنا أقول لك يعني هو النقطة اللي أشار له الإخسلام إنه البطولة عادة بطولة كهس العالم يعني تبدي بالسادس والسابل تنتهي بهالتواكد أما من نوفمبر إلى ديسمبر إلى دعش إلى اتناعش اللاعبين منين جايين جايين من دوري قوي نعم يعني والمباراة الدولية هي غير مباراة لندي نعم يعني تأخذ تأخذ من فكرك تفكيرك من النواحة البدنية والنواحة الذينية والشد العصري اللي يبي كبير جدا نعم معنا في اتصال الهاتف حكم البرنامج الكابتن لوئي صبحي لوئي سجلتنا شي في أجندتك اللي إحنا اليوم شوي لأنترنيت أنا خلف يعني لعب علينا أكفت شي في ذهنك تسجل أنا يعني يمكن إحدى اللقطات خلف أحد الأهداف هدف للبرازيلي للبرازيل نعم سلام عليكم أستاذ الحسين يا للمسي عليكم تحية لك والكابتن خلف العزيز على القلب حبيب التبع كابتن بالنسبة الهدف البرازيل المرغي المرغي عفوا نعم كانت حالة مركبة وحالة مهمة جدا يعني للتلقي ممكن أنه يستفاد من عدها كان اللعب البرازيلي في موقف تسلل نعم بعد ما اللعبت الكرة من زميلة ولكن ما اللعبت إلا مباشرة راحت إلى اللعب المنافس المدافع الآخر فهو راح الداخل مع المنافس وأثر على قدرته بلعب الكرة مما أدى إلى مناولة غير مركزة تحولت إلى زميل لعب البرازي وأدى لتسجيل هدف وبعد الرجوع إلى البار أصلاً كان القرار اللي هو تسلل منافسة مع المنافس من أجل حصول على فرصة بتسجيل هدف يعني البار جاء ينصف المنتخبات المتنافسة نعم اليوم كان هذا يعني تصرف هذا قرار مؤثر مؤثر نعم ولهذا أنصف الحالة وكان الغاء الهدف هو القرار الصحيح نعم الهدف الهدف للفريق الكاميروني هو بدقيقة 62 50 اللي شاهد الحالة هي هجمة مرتدة اللعبت إلى الكرة وهو راح مع الحارس اللي رفعها من فوق الحارس وسجل هدف الحالة اللي يشوفها بالبداية كل المشاهدين يقول لك هي حالة تسلل ما أعلم أنت كيف شفته اليوم كابتن نحن اليوم متفقين أنه نظر إلى الممعروض الحالات ولكن الآن أعتقد اللعبة كانت صحيحة حسب المطيات هي هم راحة للبار أبو أحمد أيضا أكد الهدف اليوم الطاقم اللي كان على البار هو لمرتين يشارك في نهاية شئة العالم فكان القرار في محلة وليوم برأيي أنه الفار كان منقذ لأدف نتائج خلينا راح أشوف هاي الحالة مع الهدف البرازين وتأكيد لكلام حكم أيام المونديال حكمنا الدول لأي صبحي نعم يعني شوف هذا الفوتو فون شمال العدائين ولكن ياخذ مساحة مساحة يوضح أيضا تماما يتفق إلى حد بعيد ما ذكره بالمناسبة لأي يعني على الهدف الكاميراني أنت تحدثت عنه في حلقة أمس قلت اليد اليد لحد الكتف هي داخلة ولكن ما خلاها يعني متاح اليوم الكتف هو اللي يغطه ومنح الهدف للكاميران أنت سبقت الحدث الأمس بالتحديد شلفت به لأن أنا سألت على هدف ألمانيا الملغي على هدف ألمانيا الملغي كانت أصابع الكتف 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 داخل ضمن عملية الأوف سايد أنا قلت من على الكتف الأسفل اليد لا لمدافع ولا لمهاجم يعني هاي تحدث لأنه 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 تسجيل هدف في اليوم نعم هذا وهي نفس الحالة هذا اللاعب الراجع هذا هدف البرازيل على سويسا الملغي ولكن الهدف اللاعب كان في الموقف تسلل راح الداخل المنافس وأثر على قذرته في لعب السرط نعم نعم هل هناك المزيد من هاي الملاحظات الدقيقة هذي تخدم اليوم هذي تخدم من خلافاتنا التحكمية بالدور المحلي ونحتاج في دائرة الحكام في الاتحاد العراق المركزي لكرة القدم إذا ما تأمن لنا البار طبع أكيد لو كان عندنا البار راح تقلل المشاكل هواية أكيد هل هناك ملاحظة أخرى حكمنا الدولي أستاذ لوئي أنا بس ملاحظ في أنه خلال هذا الأسبوع راح نقيم دور السقل لحكامنا اللي شاركوا بالدور الخامس والدور السادس والدور السابق راح نقرض عليهم الحالات المعقدة في كتئة العالم وخاصة راح نستعيد بعض الحالات اللي نقرضت في برنامتهم ممتاز أشكرك جدا أشكر انضمامك إلينا وأدعوك للقاء مجددا في المباريات شبه الإقصائية يوم غد أشكرك جدا كتاب تلو أي أعود لك لبرازيل نعم لبرازيل أو يعني عندنا لقاط خلي نعبر قضية التحكيم حتى نشوف شمهي أنت وعلي نعم إذا ممكن نشوف اللقاطات البرازيل السويسرا خلي شوف الشرط الأول البرازيل نعم البرازيل ونشوف الهدف الهدف الملغي والهدف نشوف حي نعم نعم في عجالة بينما تستهيئ يعني له أي صبح يعني من وجهة ناظر الشخصية جاي جاي يضيف جاي يضيف الكثير إلى المتابعين الأكارم إلى يعني إلى تقرير خليني أسمي قبل ما أرجع المباراة سيا كروي حول التباري بين شطري ألمانيا عندما كانت ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية الزميل المعد مازن حضر لنا هذا التقرير أهلا بكم أحبتي مجددا التقرير ما يرسم لك تصور يعني خلينا في الجزء الرياضي ألمانيا الشرقية تفوز على ألمانيا الغربية طبعا هذه بطولة كيس العالم سنة الأربعة سنة الدولتين قسمت قسمين شرق وغرب والجدار الذي يفاصل بينها نعم هذا جدار برنين هذا ذكرنا لأنه عظمة كرة القدم كانت في ألمانيا الغربية لأنه سنة السبعين والذي قبلها تقري الكرة هل الشرقيين قادرين على هزيمة الجزء الغربي ألمانيا الغربية ولهذا كانت صراع في تلك الأيام هو صراع سياسي أكثر مما هو صراع رياضي ولهذا استحضرت ألمانيا الشرقية وأنت عندك معلومة راح تذكر استحضرت نفسها أنه لازم نفوز على الغرب أو ألمانيا الغربية في حين كانت الرياضة الرياضة الأولمبية والميداليات الذهبية اللي تحققها ألمانيا الشرقية أكثر من ألمانيا الغربية لأنه ما أحد لايبزك كان موجود روستوف موجود كل العلماء الرياضة اللي موجودين بالمختبرات هم ألمان شرقيين ولهذا طوروا الرياضة على المستوى الفردي يعني نقول على الجمناستيك وساحة وميدان فكان من من يحصل أكثر ميداليات نعم وان اذكر هذه المباراة بعدين يمكن لا لا مو المباراة قضية المعسكر الاشتراكي وقضية المد الرياضي في مختلف العلاء يختلف عن الصراع الكراوي صحيح وولندا تفوقت على برازيل وراح النهائي صحيح وهاي يعني اجي المنتخب الألمان الشرقي اللحب في بغداد وتفوق وكان الجميع يتخيل هو الحجم الحقيقي لكرة ألمان الشرقية هو فوز العراق عليها بالخمسة وسبعين خلي اجي انا زين خلي سألتك سؤال نعم لما انت تذكر رأي المباراة ما تقول لي انت كيف تشال عمري يعني انا عمري بها الوقت يمكن تسع سنوات لكن يعني انا عشت في بيت يعشق كرة القدم بالنسبة الوالد والد اللي تعرف الصحفي معروف رياض والد الله يرحم صاحبي رحمة الله على رحي فخلي اقول لك على هاي الممر انا بورا كنت حاضرة نعم هي مو بين منتخب العراق ومنتخب ألمانيا الشرقية وإنما بين منتخب شباب العراق وبذاك كل وقت سميناهم فريق الفوالح الثلاث ويه فلاح حسن ويه فلاح حسن وفلاح والله يرحمك فلاح عبد حاج لاحبد ديواني نعم نعم هو خسرنا المنتخب العسكري قضم عبود كل قضم عبود الله يرحمه فلعبنا لعبنا مباراتين مع هذا الفريق قبل احنا لدينا منتخب عسكري ومنتخب وطني ومرة نسميه المنتخب الاهلي وعدنا منتخب الشباب اللي عده صار منتخب وطني مندخلنا بغاية المبارات فزنا على ألمانيا الديمقراطية منتخب شباب العراق ثلاثة صفر واللي يسجل الهداف الثلاث فلاح عبد حاج ما الله يرحمه لاحب ديواني اروح مباشرة الى فق لما هياه الزميل المعد المساعد مازن السريع في فقرة خبرون والتعليق نقرأ اولا اكد رئيس الاتحاد الدولي الروسي لكرة القدم الاكزاندر ديوكوف ان اتحاده يفكر بشكل جاد من ضمام الروسي الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والابتعد عن اوروبا كرويا ومضى ديوكوف قائلا لوسائل اعلام روسية بان اتحاده قبل بضعة اشهر كان يعتبر هذا الامر سابق لأوانا ولكن وعلى وفق معطيات اليوم نفكر فعلا بنقل منافساتنا الرسمية والانتقال للاتحاد الاسيوي لكرة القدم واكد ديوكوف بان التفاوض لم يبدأ في هذا الموضوع مع اي طرف الاسيوي حد اللحظة وان اطرافا في الاتحاد الاوروبي ويفا لا تزال تعتبر الاتحاد الروسي جزءا فاعلا ومهما من الاسرة الكروية الاوروبية يشار الى ان استراليا قد خرج اوكيانوسيا اوكيانوسيا يمكن استراليا ونيوزلندا بداية عام 2006 الملفت انها منذ ضمامها نجحت في التأهل الى نهاية تكسل على في جميع النسخ عبر آسيا فيما لم تكن قد تأهلت سوى مرة واحدة قبل ذلك عام 1974 اريد ابدم للاخير خلف تأهلت على حساب العراق في مباراتين وقيمتها كلتاهم في استراليا في سيدني ليش اثني هو كان المفروض نلعب ذهاب ويا ليش تني ليش تنين فلعبناها اقترحوا علينا الاسرائيلي امر سبع سنين طبعا اقترحوا علينا الاسرائيلي قالوا انت شو وديكم بعض للعراق واحنا لاحقينكم انتو وبعدين روحوا وجاء انتو قاعدين وانحنا نصرف عليكم الفندق ومادري كذا ونطيكم كذا بس لعبوا هنا شاء الزمن الجميل ما فكر ما فكر يتفعل الله يرحم كانت فرصة مهمة للتأهل اقرب فرصة بعد الستة وثمانية الله يرحمك عبد كاظم اللي انشق راسها بي ايه عموما خليني الانتقل الى متابعة اكثر اذا تهم الروسيا والانتقال الروسي نعم وضع مهم جدا انا انتقال روسيا يعني لماذا تفكر روسيا في الانتقال في هذه المرحلة القضية يعني واضحة ملت من اوروبا واضحة المواقف الاوروبية هسا وعكس ديوكوف يردوننا بعضهم لا ما يردونهم لانه معظم معظم رياضيهم بقية الالعاب ما يشاركونوا واذا يشاركونوا باسماهم والشخصية هذا جانب الجانب الثاني راح يكونون ضيف ثقيل مثل ما دخلت علينا استرائيلية مستقبلا المقعد المقعد المشكلة يعني طبعا سيواجه هذا التوجه الروسي حتما سيواجه بمعارضين من فيفا ومن اوروبا ولكن ما اسرائيل كلها في اسيا ليش تنافس باوروبا قرار سياسي قرار سياسي يعني يسمح يسمح وبعدين راح اقول لك شغلة مهمة جدا نعم انت قبل ما تدخل البرنامج اخذت احصايات اليوم روسيا اكبر دولة بالعالم هي قارة نعم كل معظم اجزاها وانتقى هي تحيط تحيط اسيا شمال اسيا كلها تحيط يعني هي بالاضافة الى انه 60% منها في اسيا ايه و40% منها في اوروبا في الجانب الاوروبا في القرى العجوز يعني انا هيشي مخيالي السياة الرياضي الفكرة ستجابه بقوة من فيفا ومن يويفا وهل تجابه من اسيا هذا سؤال الحراك والمد المؤثر من فيفا على اسيا والقرار السياسي يضغط باتجاه الاتحاد الاسيوي خلينا نترقب نعم وانتقل الى الفقرة الثانية متابعة الاخرى وفي متابعة اخرى وثيرة الكثيرة متساؤلات حول طريقة اختيار افضل لاعب من المباريات القائمة في هذا المونديال يعني رجل المباراة حتى رأى بعض المتابعين والمهتمين ان عدد من هذه الاختيارات لم يكن منطقيا ولا مقبولا ويعود ذلك للطريقة التي يتم اختيار اللاعب الافضل فيها وتجري طريقة اختيار رجل المباراة بفتح موقف فيفا بلس عفوا موقع فيفا بلس للجمهور للتصويت من الدقيقة 60 حتى الدقيقة 88 من كل مباراة ليتم التصويت لأفضل لاعب من قبل الجمهور والمشجعين اللاعب البلجيكي كيفين ديبرون انتقد اختياره كأفضل لاعب في مباراة المتخب بلاد مع كندا قال بأنه لم يكن يستحق الجائزة منتقدا الأشلوب المتبع في اختيار اللاعبين لها بعدين ارجع الديبرون فيفا ينصف الجمهور يعني المتابعين ما يقبلون فيفا يأخذ على عاتقة تسمية الأفضل ينتقد لا انا اقول هي لجان فنية لخبراء كرة القدم يحددون من قبل للاتحاد الدولي انا مع اللجان ضد الجمهور انا معك الجمهور يعني مو نخبوي لا مو نخبوي يعني انت الرأي الجمعي مو دائما صح مو صحيح انت عندك مجموعة خبراء لللعبة وقد يكونون صحفيين وقد يكونون مدربين او لاعبين قدامة يفهمون كرة القدم يعني اليوم انت منطيت الجائزة ديبرون قل لك لا انا ما استحق اطوه الديفز رقم 19 ابو كندي نعم والذي يخسروها يمكن انا اتشنا قاعدين ويقول لك هذا اللعب راقة جدي انت قلت لي كانت خلق ما تدور هذا وين لعب قلتك هذا يلعب باير ميونة نعم بالفعل يعني اذا الكثير يعني انا اشوف خيارات في فا دائما اكون ضتا يعني ولكن في الجوانب الفنية يجب لأهل الشأن صح صعب ان تروح للجمهور خليني اروح الى فاصل يعني هذا انت الدور ميزت انه كان هناك دور كبير ومعظم النقاط لحراس المرمى مازن السريع هي انه فاتفاصل من افضل واجمل التصديات التي قام بها رجال المرمى دعونا نذهب الى هذا الفاصل عاش شديدك مازن وجد الترحابة بكم كانت تلك اجمل التصديات وما رح يسولف وي خلف لين خلف من شان يلعب طوبه هو ارتكاز مباريات يوم غد عدنا في المجموعة الاكوادور السنغال بحثا عن التأهل وذكرك قبل الهاي انت يعني اكوادوري الهوى وانا يعني تشت اميل للسنغال انت تميل كل الفرق الافريقي نعم الى حد دور مادر لي انه انت فقير والدور على الفقرة شنون تشوفه بحث عن التأهل مباراة شبه اقصائي يا استاذ هو اي من اللي محتاج النقاط يعني حتى لو التعادل وفارق الهداف رح ياخذ ياخذ البطاقة فانا مرة اقول مع الفريق اللي يعرف يلعب كرة قدم بالملعب اللي هم اللي كوادور يعني يبحث ليس عن المباراة عن التأهل عن التأهل وهذه القضية تختلف هولندا لتأكيد الصدارة والجدارة الى حد ما الفريق الهولندا قطر للتوديع بخفي حنين مع الاسف يعني بالنسبة القطرين تحسينوا الصورة ويوضعون آخر انطباع لهم بالبطولة فالمفروض منعتهم يقدمون شيء مثل ما قدمت لهم الدولة يعني اللعبين اللي يلعبون بالملعب يعني موارا صعبة اريد اروح الايران امريكا سوى اروح اسمح لي ايران امريكا اي وفخامة الخلاف تكفي اي انجلترا ويلز وامكانية يعني خلينا نهذب المفردة وامكانية التلاعب بالنتيجة ما نقول التأامر اول اثنين اعداء نعم في الرؤى في كل شيء نعم فمانا شلون يعني لا امريكا تحب ايران ولا ايران تحب امريكا نعم راح نجح على انجلترا ويلز لا انجلترا تحب ايران ولا ويلز يحبوا الايران اذا ايران في هذه المجموعة المنتخب المكروه من قبل المجموعة نعم اذا تكلمنا عن المباراة الاولى راح الشي صير راح ينقسم العالم يوم غد نعم ينقسم العالم باكمله نعم اذا تروح تسأل اي واحد روسي تقول له من يشجع تقول لك اشجع ايران نعم تروح على الهندي يقول لك لمن يشجع تروح للعراقي يقول لك ايران تروح تروح للسوري يقول لك ايران كذا 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 كوريا الشمالية المهم العالم راح يكون بهذه الطبيعة هسه هي مباراة كرة قدم نلعب كرة قدم بس راح تروح إلى جوانب أبعد من هذا وراح تذكرني ذكرني بالمباراة اللي فازوا بيها المنتخب الإيراني على أمريكا وستجل بيها مهدي مهدي فيكي أنا أقول غدا عرضونا هذا الهدف ويارات الهدف موجود يعني أنا أتمنى كابتن أتمنى أن يرتقي لاعبوا المنتخبين إلى حجم التنافس الرياضي أفضل ما يمكن أنا أقول بكرة خليني ألعب طوبة أنا ويا اسمعني بكرة فريقين يلعبون المباراة شما تكون نتيجة المباراة أحط إيدي بيدي أقول له هارد مبروك وخلي يقول له هارد وبعيدا عن العنف بعيدا عن الشد أقدم درس للدوائر السياسية نحن الرياضيون نختلف نختلف عنكم تبقى المسألة الأهم اللي أنت تكلمت عليه اللي هي البلوة ولد خاله ولد عم هم ذول أشوف هم ذول بيناتهم رويسية شتون إحنا والأخوة بالخليج بس من يطلع النزاع خارج الجزيرة البريطانية أخيوان هذول لا مثلا لو تقول لي إيرلندا أقول لك أوقف ممكن تدري ليش مو بشقيها تدري ليش مو مشقيها بالشكل الجنوبي تختلف أقول لك ذولك كاتليك وذولك بروتستانت ممكن أكو شيعة قائد ممكن لا بس لولا لا لولا إحنينين لبعضهم خلينا نقول أقرب أقرب قمنا نقول لك بلغتها للجنوب لا لا ما خالب لا ما نفعله حتى أن نقترب من الجمهور هاي المباراة تحتمل التلاعب أنا واحد من الناس كتبت مقال توضيحي يعني في صفحة الشخصية قلت الإنجليز يعني مو بالغباء اللي يتأمر ليش لأنه الفرصة الوحيدة ليمنحه ويلز الفوز هي عندما تنتهي مباراة إيران وأمريكا بالتعادل زين زين أنت شلون تضمن إيران وأمريكا هس حتى إذا متعادلين للدقيقة تسعين 92 إيران أمريكا صفر صفر افتراضا وذولا أوكي خلنت المباراة الوالز ويتقادمة واحد زيتا ما تخاف بأي لحظة تسجل إيران تتأهل وأنت تصير آخر أنا أتمنى هذا كلامك منطقي بس خلي أقول لك شي واحد بكرة هاي المباراة رح تراقب من الاتحاد الدولي لا أعاول إذا كانت المباراة تشيب مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية مباراة رخيصة يعني أنا أريد أطيل مباراة وأريد أفوز هذا الفرق لكن الاحتمالات مو بصالح الجميع يعني غدا كل واحد يعتمد على نفسه بأخذ البطاقة الثانية نعم إيران محتاجة للفوز نعم أنا مضطر أختم وما رجعت فيها كما سمح الوقت أني أنا مباراة لبرازيل سويسرية وخليني بس أنبه إلى نقطة في غاية في الأهمية أنه التلاعب في نتيجة مباراة ويلز وإنجلترا ممكن فقط في حالة وحدة إذا ضمنا التعادل في المباراة الأخرى وهذا حقيقة فالوضع جدا صعب نتمنى الفوز للأفضل قلوبنا نعم مع الجار مع الصديق مع الشقيق إيران ولكن نتمنى بالنتيجة الفوز للأفضل ننتظركم غدا ومباراة فاصلة وإقصائية ومباراة جدا مهمة أستودعكم الله وإلى لقاء مهمة